ارضى بما قسم الله لك واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك لا تحزن حزناً يؤدي بك إلى التسخط على ربك والاعتداء على نفسك وإزهاق روحك أحد الأعداد التي أبنات تزوج لا أخلها أو لا أخذر بها أو لا أرجع أو لا أريد والديها تشربت السم وقتلت رأسها أحد الأعداد التي أبنات جاءوا لإمتيحان البك إمتيحان تحت صعيب تصدموه لا نجحوش تشربت رأسها يعني من مكان عالي ما أحد تورط في الديون في التجارة والشيكات والإطرات ومرضاش بشكل رأسه هذا كله علامة على ضع في الإيمان المؤمن يواجه لابتلاء ويثبت ولو زلزل ما تحت الأرض ولو زلزل ما تحته وتحت قدمه يثبت ويعلم أن الله تبارك وتعالى لن يخزيه ولن يذله الذي نجى إبراهيم من النار ونجى محمدا صلى الله عليه وسلم في الغار وستجاب دعاء أيوب بعد مرض طال وطال وطال لا يعجز أن يستجيب دعاء وأن يفرج كربتك توضأ وصل ركعته واستغفر ربك ستجد لهذا الوضوء ولهذه الصلاة أثارا على قلبك لا تحزن ولا تغطر بما حصلته ووصلت إليه من حطام الدنيا وزينتها